اليوم سوف نتحدث في حصة التربية المهنية للصف الخامس الأساسي عن موضوع الحسابات البنكية أولا سنقوم بعمل مراجعة لما تم أخذه في الدرس السابق في الدرس السابق تعرفنا على مفهوم البنك وأنه مؤسسة اقتصادية متخصصة تعمل في إدارة الأموال حفظا وبيعا وإقراضا وشراءا وتعرفنا إلى أنواع البنك وما المشاريع التي يمولها كل بنك وأخذنا أهم مهام البنك المركزي اليوم سنتطرق إلى موضوع الحسابات البنكية في البداية سوف نقوم بأخذ مفاهيم خاصة بالبنك أولا الإيداع وضع النقود في البنك ثانيا السحب أخذ النقود من البنك ثالثا السن القانونية وهي أكثر من ثمانية عشر عاما أول هذه الحسابات الحساب الجاري الحساب الجاري هو عقد بين المودع والبنك لا يتقاضى به العميل أي أرباح عن المبالغ التي أودعها وإنما يقدم البنك خدمات له مثل إيداع الراتب ودفتر الشكات ثانيا شروط فتح الحساب الجاري في البنك وإجراءاته أولا بلوغ العميل السن القانونية وهي ثمانية عشر عاما فأكثر وإحضار البطاقة الشخصية ثانيا تعبئة النموذج المخصص لفتح حساب جاري وهنا يقدمه لي البنك ثالثا تعبئة نسخ عدة من بطاقات التوقيع وتثبيت توقيع العميل وهنا سوف يكون توقيع العميل متطابق في جميع الأوراق البنكية رابعا بعد إتمام إجراءات الحساب البنكي يحصل العميل على بطاقة حساب جاري مثبت فيها اسم العميل وعنوانه ورقم حسابهم ثاني هذه الحسابات حساب التوفير حساب التوفير هو عقد بين المودع والبنك تودع المبالغ بقصد الإدخار وتجميع الأموال وهنا أقصد بكلمة الإدخار أي التوفير وتخضع هذه الحسابات لجوائز شهرية أو إسبوعية أو يومية حسب ما يجريها البنك ميزات حساب التوفير واحد سهولة الصحب من الرصيد والإيداع في أي وقت ثانيا إمكانية فتح حساب مشترك بإسم أكثر من شخص ثالثا إجراء تحويلات إليه من الخارج رابعا الحصول في بعض الأحيان على جواء السحب دورية في الحسابات الخدمات التي تقدمها البنوك لأفراد المجتمع واحد فتح الحسابات بأنواعها ثانيا قبول الودائع ثالثا تحويل الأموال رابعا شراء العملات العربية والعالمية